اشتركوا في القناة ومراحل التطور الذي شهدته حتى وقتنا الحاضر وأعرب جلالة الملك المفدى عن شكره على هذا الاهداء وأشهد بما يحتويه من معلومات قيمة تعكس المكان التاريخي والثقافي لمدينة الرفاع وإسهاماتها في النهضة الوطنية الشاملة وما تسخر به من معالم أثرية وتراثية تعد شاهدة على عراقة وأصالة هذا الوطن العزيز كما نوه جلالته بجهود المحافظة الجنوبية ومبادراتها الطيبة التي تهدف لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة والولاء بالإضافة إلى التواصل المستمر مع الأهالي والاهتمام بقضاياهم والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم وأكد جلالته أن المملكة ستواصل المضي قدما في مسيرة البناء والتطوير في جميع محافظاتها لتحقيق تطلعات أبنائها وتلبية كافة احتياجاتهم من جانبه رفع سمو محافظة المحافظة الجنوبية خالص الشكر وعظيم الامتنان والعرفان إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه معربا عن تقديره لما تحظى به المحافظة الجنوبية من اهتمام ورعاية كريمة من لدن جلالته وما تشهده من مشاريع تنموية وإسكانية متطورة بفضل توجيهات جلالته السديدة رعاه الله